كيف تشعر حميد المدوي؟ كيف تشعر حميد المدوي؟ حميد المدوي، فعلته مبررة يتشعر حيث أنه مدر شي حاجة وبقي معتقل، وتنطلب الصراحة للموقات دائما في كل الإجزاء ويتم رفضوه خاصة، من كانت تقدم أنا بملتمس ونحاول نتطلق لشنوقات ويقوم بإمكانك تحرك فيه بعض الأحاسيس ونفاعل المسكين ونتمنى أن المحكمات تحطير الصراحة للموقات نهار 21 ونتمنى أن نهار 21 نتغذى، أو نتعشى، مع حميد شكرا جزيلا خاصة، وأن الأجسد السؤالي بحقائق أكد دفاعاً ودفاعاً إلى الموقف دينا قاعدة المحكمة هي ديشة أخذت القرار بمواصلة المناقشة في قرارية السابق لقرر أنه يبلغ المتهمين مغير حاضرين بل محضر ومواصلة المناقشة وبالتالي نحن أمامه وضع لا يمكن أن نغيره وأن نقرر هل سنعطي الكلام للمحامين أو لا خاصة، وأن الدفاعات الشكلية تقدم قبل أن تستنطق المحكمة المتهمة ودعرف موقفه من الواقع إذن هذه المجمل للنقش ولماذا؟ لماذا؟ هذه المجمل للدفاعات التي كانت لدي وكانت المداخلات الثلاثة وإخرانية هي المساد أغنج الذي كان عاد سيبدأ لكي يرفع وقال بأنني أريد أن أتصر على حميد ولكن سأتهم الجميع منتر واحد النقش ومحامين في غيبات المتهمين لأنهم قاطعوا لم يأتي وكان موقف من أحد الزملاء الطرف المدني وكان تطالب بحرماننا من الكلمة ولكن الزملاء آخرين خاصة أستاذ طبيح لأكد بأنه يحق لنا أو يحق المحامين أن يتكلم في غيبات المتهم والطرف المدنيين ومتقدمنا كذلك نحن نجمع المدنيين من المدنيين جميع المدنيين والطلبنا أن نأخذ الكلمة لأن فوصول المسطنى الجنائي تسعفنا إلا ثلاث مائة وخمسة ثلاث مائة واسسة ثلاث مائة واربعطاش وقفت عند 427 بالضبط والتي يقول بأنه من كتبت المناقشة حيث المناقشة تأتي مرة البحث والبحث هو الذي يدعوه مع الأطراف إذاً من بعد تأتي المناقشة وفق الفصلة 306 إذاً ماذا تقول للمناقشة ستتعطى الكلمة المتهم أو دفاعي من أجل أن يتقدم بأوجوه دفاعي ما قالت إما المتهم أو دفاعي والحاسم هنا هو قرار محكمة النقد الذي يدعو به في ملف تتعلق بحرق حسيم النيس يوجيناء تقول لدي حرمان الدفاع من تقدم أوجوه دفاعي بحجات عدم حضور المتهم يعتبر خرقاً للفصل 427 أهم ما راج هو أننا تقدمنا بالدفاعات الأولية والدفاعات الشكلية نبدأ أمنا بحباً يبدأ من رجل المدوي بحجمتنا مجموعة من طلبات طلبنا بالإستماع إلى المكالمات طلبنا بإبطال التفريغ لأنه مجزء ومترجم من الدنجة العربية طلبنا بمراسلة الدولة الهولندية من أجل تمكنها من وطيقة المسيطة طلبنا بأن ذلك الرقم راديا الهولندا والشركة الفلانية والشخص الفلاني طلبنا كذلك بالإدلاء بما يفيد العملية التي تعرفوها بالرقم الهولندا حيث ذلك الرقم الهولندا هو الحميد المهداوي وما كانوا في إطار التنسوس ما كانوش وبيتالي فما يمكنش أنه انطحوا فتاق مدى إذا لكانش يسابه ما كانوش طلبنا كذلك بإدلاء بالعملية التي تمت حتى تمت معرفة براهيم البوئزتي كيف عرفتون؟ كيف عرفتون؟ وانترون ما لستوش الدول الهولندا وما لستوش الشركة دي الاتصالات اللي كي ينتمي لهذا الرقم وإلى أخيدي بسرطي حاجات أنا ما عرفنا عشوه ومبعد يعني طعنت في ارتقط المكالمة وانطبخ بأنها لم ترتقط وفق القانون لأنه المرسلة للخطة الوطنية اللي كانت يوم سبع وشري تيقل فيه بأنهم مختشفوا مع جوج النهار بأنه بحضرق مولاندي راتي يترى على كمعة من الأرقام العتيفية و تيقوا الكلام يوسوا أمدو جوج النهار في حين أنا أود مكرم السجل هي ناس سبع وشري نسب حق مع اتناعش يالنهار قل دقيقة إذن ممكن شير جوع إذن وإلا راك حميد وإلا كنت تسمع عليه أولاك الرقم الهولندي شي حاجة جوت وبالتالفة ما يمكن أننا لطمئ أنه الوطنية الخاصة وأن الموافقة الوكيل لعملها سبع وشري بتنصوط على الرقم الهولندي بينقوسي توصلت بالفرقة الوطنية بالكاشرين ثلاثين خمسة لم يمكن لك سبع وشري ناس سبع وشري لأن هذه بخلاصة لأن المرافعة كانت تقريبا فيه ساعتين فتوفر شري وذلك شي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي